ما رأيك في الحكومة الجديدة وكيف تعلق على كلمة جلالة الملك أمام البرلمان؟ وهل تعتقد أننا أمام بداية جديدة؟ بالتأكيد يا آدم أنا أعرف ذلك فصلا جديدا في إدارة شؤون البلاد في المغرب لسببين أولا الاحتضان الشعبي للأحزاب الليبرالية والمزيد من التركيز على قادة رجال الأعمال والتطوير العملي وتجسد ذلك بشكل واضح في الرئيس الجديد للحكومة عزيز أخنوش وهو أحد أنجح رجال الأعمال في المغرب في صناعة البترول والغاز الطبيعي وأعتقد أن فريقه الوزاري سيعكس مجموعة من المسؤولين الشباب تتميز بأنها أصغر سنا وأكثر تنوعا وأعتقد أنها ستحقق المزيد من التقدم للمغرب ثانيا أعتقد أن ذلك يظهر رفضا حقيقيا للحركات الإسلامية في شمال إفريقيا عندما تقلص عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية من 125 مقعدا إلى 12 مقعدا في دورة انتخابية واحدة فذلك أمر لم نسمع عنه من قبل وأعتقد أنه عكس رفضا حاسما لهذا الحزب كما رأينا في مصر مع حركة الإخوان وفي تونس مع حزب النهضة ولا أعتقد أنه يمكن مقارنة الأحزاب الإسلامية في المغرب بتلك الأحزاب الأكثر تطرفا لأن المغرب دولة أكثر اعتدالا من مصر وحتى من تونس لهذا أعتقد أن هذين التطورين رئيسيان بالفعل وأعتقد أنه سيكون بوسع الحكومة الجديدة أن تجعل كثيرا من الأمور تتحسن بشكل أفضل للشعب المغربي ولن تركز كثيرا على السياسات الحزبية وأرى أن أحد أكبر الزلات الحزب الإسلامي هي أنه على رغم من تركيزه على السياسات الحزبية لم يتمكن من وقف صدور قانون جديد يجعل اللغة الفرنسية اللغة المستخدمة في تدريس العلوم والرياضيات في المدارس وأعتقد أن كثيرا من المغاربة شعروا بأن الحزب الإسلامي لم يكن فعالا ولا مفيدا لذلك تطلع المغاربة إلى توجه مختلف فبعد عشرة أعوام نرى الآن أحزابا لبرالية في موقع المسؤولية في البرلمان وأعتقد أنها ستعمل بشكل طيب للغاية مع الولايات المتحدة وأوروبا وأعتقد أن ذلك بداية عهد جديد في المغرب